نال من جمه فكراً وموعظتاً كالدر يخرج من أصدافها درار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمسى السليك ابن السلكة رجل من صعاليك الجاهلية كان من أشجع الناس شجاعاً داهية من الدواهي فتاكاً وكان من أبصر الناس بدروب الصحراء كان خبيراً بالصحراء وبدروبها ومسالكها وكذا وكان أسوداً ورث السوادى من أمه أمه السلكة نسب إليها السليك ابن السلكة وقعت له القصة يعني فيها جيداً الطرافة عجيبة طبعاً هو من اللصوص يعني من السراق وكان يعني إذا جاع يصبح كالأسد الجائع يفتك بمن يرى فأملق ذات مرة أملق يعني افتقر أملق وبلغ به الجوع مبلغاً فخرج في ليلة مقمرة كهذه فخرج في ليلة مقمرة واللصوص عادة لا يخرجونها مع ضوء القمر لكن يبدو أن الوضع أصبح ما يحتمل عنده فخرج يبحث عن أحد لعله يجد غرة من أحد أو غفلة فينهب شيئاً أو يسرق شيئاً فسار ليله كله وكارت ليلة باردة شديدة البرد مشى مشى حتى أعياه التعب فتوسد كمه ونام الصحراء نام وبينه هو كذلك إذ جثى عليه رجل وقال استأسر استأسر وإلا قتلتك استأسر يعني استسلم كن أسيراً دعني أجعلك أسيراً وأطلب فيديا سأل فعلي استأسر وإلا قتلتك استأسر فنظر إليه قال ما لك قال أقول ولا كلمة استأسر قال يا رجل ما تريد مني الليل طويل وأنت مقمر واصبحت مثلاً دارجاً يعني ليش حاد نفسك على الضيق جاي عندي أنا إيش يأخذ الريح من البلاط إيش تبغى مني أنا الليل طويل معك فرصة أروح دور يعني رزقك وأنت مقمر يعني معك شي تشوف نور لا تضيق عن نفسك فقال ولا كلمة استأسر واستسلم وإلا قتلتك فأخذ يحادثه ويكلمه يقول يا أخي فارقني الله يرحم والدك ما أنا فاضي لك أنا أطلع عني بس روح روح أنا تراني وهذا الرجل أخذ يعني بدأ يطور صار يلكمه يلكمه يقول استأسر أقول فلما شاف يعني مرة عاد زودها أخرج يده وضغطه على نفسه وضغطه وضم أخذ يصرف الرجل قال سني أتركني قال لا لا ما فيه قال إيش عندك إيش تبغى قال أتركني أتركني كاد أن يموت الرجل فقال أتركني قال إيش عندك قال أنا ما أخرجت ولا أخرجني إلا الجوع وأنا أريد قال أخذ كلنا يعني الهوزوها خلص أنت خرجت وريد الغنيمة قال نعم قال اسمع اسمع ما رأيك يعني نسوي اتحاد نضم جهودنا البعض ونسوي قروب كذا ونسرق سويا قال طيب فمشوا الاثنين مشوا الآن لهدف السرقة يبحثون عن غفلة عن غررة عن أي إنسان يسرقون إبلاه وبينما هم كذلك إذ التقوا بثالث خرج من أجل السرقة سلموا عليه تعرفوا عليه عندك إخبار قال أنا خرجت قالوا خلاص إذن ثلاثة نذهب ولعلنا نجد شيئا وبينما هم كذلك يصيرون في أرجاء الصحراء وإذا بهم بواد مليء بالإبل والأغناء شيء شيء مال عظيم فسال لعابهم قالوا ما هذا وش ده الحظ ما هذا الحظ السعيد لكن قال اسمعوا هذا الآن السليك بن السلكة هو القائد قال اسمعوا إن هذا المال لا بد له من أحد يعني من فرسان يحمونه لا بد له من كذا وهم خطتهم في السرقة كيف تكون يعني يريدون أن يسلبون الإبل والإبل ما هو شيء تحطه في جيبك وتجري أنت سريع صحيح ما تترك الخير صحيح لكن الإبل لازم تسوقها بشويش خاصة إن كانت كثيرة فهم قالوا انتظروا أنا بأنزل وأسأل الرعيان الرعاة أبأسألهم وأستنطقهم فإن كان الحي قريبا يعني الأصحاب الإبل هؤلاء الفرسان وأهل الإبل إن كانوا قريب فسوف يدركوننا فسأرجع لكم وإن كانوا بعيد فسأقول قولا تفهمونه وتهجمون ونخضوا الإبل اتفقوا على ذلك فنزل السليك إلى هذا الوادي والاثنين أصحاب مختبئين في ناحية بحيث أنهم يرونه ويسمعونه فنزل لهم السليك وأخذ يتلطف مع الرعيان وكذا ويعني حايلهم وكذا ويستنطقهم حتى عرف أن القوم بعيد أهل هذا الإبل بعيد فبدأ يحسب المسافة كذا ويخطط كذا ويهندسها وإذا محهم مجال يستطيع أن يسلب الإبل ويستطيعون يسلبون الإبل ويهربون ويبلغون ديار بعيدة والطلب يكون لسا ما يمديهم يلحقونهم فوجدنا الفرصة مناسبة فأراد أن يخبر أصحابه أن الموضوع تمام فأخذ يلاطف العبيد وكذا يمزح معهم فقال ألا أغني لكم ألا أغني لكم إن صوتي ندي جميل قال بلى فأخذ ينشد أبيات يخبر بها أصحابه أن يعني نقطة الانطلاق تعالوا واخذ يقول يا صاحبي لا لا حي بالوادي يقول ترى ما في أحد يا صاحبي لا لا حي بالوادي سوى عبيد وآم بيني أذوادي يقول ما في العبيد وآم آم جمع إماء يعني ما غير ضعاف القوم يخبر أصحابه والرعاب يعني مساكين مسطين يقول يا صاحبي لا لا حي بالوادي سوى عبيد وآم بين أذوادي انتظراني قريبا ريث غفلتهم أم تغدواني فإن الريح للغادي لما سمحوا بذلك ففطنوا وجاءوا وأبسكوا مساكين كتفوهم أو كذا ثم استاقوا الإبل وفروا ونجوا هذا الرجل على شراسته السليك بن السلكة وعلى الشر الذي فيه إلا أنه كان يقولون بارا بأمه برعجيب بأمه كان يطعم أمه كل ليلة ما تبيت إلا إذا أطعمها السليك وكان يذهب هنا وهنا ويأتي بالطعام وفي ليلة من الليلة ما يغيب إلا في شيء إن غاب ليلة بالكثير ما يغيب الثانية فسبحان الله في ليلة من انتظرته ليلة ما حضر الليلة الثانية ما حضر فلما جاءت الليلة الثالثة وما حضر ابنها حزنت حزنا عظيما عليها أم حزنت على ابنها حتى وإن كان سارق ولكن يعني إنه في عينها فارثته بأبيات يعني فيها شيء من الأساء وكذا تقول أمريض لم تعد أم عدو ختلك والمنايا رصد للفتا حيث سلك أي شيء حسن أي شيء حسن للفتا لم يكلك يعني تقول كل الصفات الحسنة قد اجتمعت فيك ابنها عاد تقول أي شيء حسن للفتا لم يكلك إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك وهذه من قصص أو من حكاية تاريخنا العربي المجيد الزاخر بهذه الجواهر وهذه الدرة الثمينة لعلها تكون حافزا للجيل القراءة والبحث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس تبهرها الأحداث والسير يعاشق القصة الحسناء دونكم معين حرف أنيق فيضه غمر